فكرك اضطهاد المسيحيين وقتل المسيحيين والكذب على المسيحيين هذا يعطيك نوع من العظم والسلطة في مبادئ أنا نفسي كل قائد كل حاكم كل ملك بيشاهدني يقرأ الكتاب المقدس اقرأه من سفر التكوين لسفر رؤية وأنا بأكد لكل شخص رح حياتك تتغير عندما تقرأ هذا الكتاب رح تشوف المبادئ والقوانين والتشريعات لكل شخص كيف يمشي عليها في مبادئ إلهية وعاز أقول حتى للغرب اللي ابتدأ في مبادئ اللي بيسموها جوديو كريسشن أثيكس المبادئ المسيحي اليهودي اللي هي على قوانين الكتاب المقدس نمت ترعرعت تباركت الحضارة ازدهرت وصارت أمور عظيمة جدا في هذه الأيام عم بيحطوا الكتاب المقدس على جنب وعم بيطالبوا في كل أنواع الخطائق التشريع وأن هذا الشيء الصحيح والأغرب أنه ممكن أنا صاحب ديانة معينة أتمشى مع النظام هذا لأنه بفيد ديانتي طب أليس هذا كذبا ونفاق ورياء أين الله من هذا المقاة ما هو إذا إلهي بشرع لي كل شيء يجوز لكن الإله الذي قوم من أنا به إله الكتاب المقدس إله قدوس طاهر بيعرف كل خفيات القلب إذا بتكذب حتى في الانتخابات وبتشوه وبتزوغ وحتى في الضرائب وحتى ممكن تطلق وتنفص المئة مرة عشان تطلع مسار أكتر آه بإسم الدين هو الرب مش موجود اسمع اسمع وإنتبه لك كلمة الله إحذر إذا أنت بتفكر رح رح يعني تحصل على القوة لا 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 مش رح تتبارك لا أنت ولا ولادك ولا ولاد ولادك أنت عم بتجيب لعنة على بيتك فاليوم أنا بدعو كل شخص بمارس هذا النوع من هذه الأمور أن يتوب للرب يتوب ويرجع للرب فالله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر